استقبل رئيس هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقوات المسلحة وفدا كبيرا من مسؤولي رؤساء عدد من الشركات المصرية الكبرى المتخصصة في عدة مجالات منها البناء والتعمير والاستثمار في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتأتي زيارة وفد الشركات المصرية الكبرى للبدء في إعمار البلاد وإنشاء عدد من المشاريع في العديد من القطاعات الاستراتيجية وذلك بعدما شهدته بعض المدن من دمار وتخريب على يد الجماعة الإرهابية وقال رئيس هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقوات المسلحة أن النقاش مع الشركات المصرية كان بناء وذلك من أجل البدء في إنشاء عدة مشاريع بعدد من المدن الليبية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن تطوير بعض القطاعات حيث تشمل إنشاء مستشفيات ومشاريع زراعية وطرق جديدة منها الطريق من إجدابيا المساعد وآخر من إجدابيا إلى الكفرة وغيرها من المشاريع الهامة حملنا اجتماع جيد ومثمر هذا الاجتماع تناول المشاريع اللي ممكن تنفيذها في مدينة بنغازي أو في سبهة أو في الكفرة أو في مساعدة أو في طبرق هذه المشاريع منها مستشفى عسكري ومنها مشاريع زراعية ضخمة وطرق خاصة طريق من إجدابيا حتى مساعد طريق معبد وهناك طريق ألف كيلو من إجدابيا حتى الكفرة وحكينا وناقشنا كيفية وإنشاء ومتى تبدأ في تنفيذ المستشفى العسكري في معسكة 17 فبراير وحكينا أيضا في مشاريع مثل سوق الأسماك ومثل المنتزهات الترفيهية وطبعا الشقيقة مصر هي أولى بهذه المشاريع أو جزء منها حسب قدراتهم وهم أصحاب خبرة في هذا المجال وكانوا في ليبيا أساسا شركة حسن علام وأحمد عثمان وغيرها من الشركات والنيل كان الشركات اشتغل في ليبيا صابقا فنحن في إطار تطوير البنية التحتية وتطوير المشروعات كما ناقش رئيس الهيئة مع الشركات المصرية قوانين الاستثمار ورؤى الهيئة فيما يتعلق بالأولويات وما يمكن تقديمه من تسهيلات لتمكين تلك الشركات من الانطلاق بشكل سلس في تنفيذ تلك المشاريع حيث أجاب على العديد من تساؤلات رؤساء الشركات مثمنا دور الشركات المصرية الكبرى في تعمير عدد من المشاريع الكبرى في ليبيا في العقود السابقة لتكون زيارة الوفد المصري انطلاقة لصفحة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة